هنبدأ بقى موضوعنا التاني في حلقة النهاردة وهو الشق الآخر من المعلومة المعادن المطلوبة في الحمل المعادن مواد طبيعية بيحتاجها الجسم بكميات قليلة خلاص؟ علشان الصحة تبقى كويسة يعني المعادن عناصر أساسية في مسارات مختلفة داخل الجسم زي إيه؟ زي الحفاظ على توازن السوائل في الجسم والحفاظ أو ضمان التوازن في إفراز الهرمونات كل هرمونات الجسم ليه علاقة بالمعادن ومطلوبة عشان صحة الأسنان المعادن برضو مطلوب عشان صحة الأسنان وصحة العظام ومطلوب عشان ضبط ضغط الدم ومطلوب عشان شفاء الجروح لقدر الله ومطلوب عشان النشاط المثالي للعضلات والأعصاب والجسم ما بيصنعش المعادن دي معلومة مهمة عشان كده لازم نحصل على المعادن من الأطعمة والجسم طول الوقت محتاج للمعادن بتزيد الجرعات والأهمية في فترات خاصة زي ما قلنا زي فترة الحمر اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي خلاص المعادن زي الفيتامينات مش احنا قلنا الفيتامينات بينقسموا المجموعتين المجموعة الأولى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمجموعة التانية القابلة للذوبان في الماء دي الفيتامينات إنما المعادن مجموعتين برضو المجموعة الأولانية اسمها المعادن الأساسية والمجموعة التانية اسمها المعادن الندرة المعادن الأساسية سبعة هم إيه؟ الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، السوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الكابريت دول المعادن الأساسية يلا بينا نبدأ على طول إن شاء الله الحلقة تكفي ونخلص كل الحاجات الكالسيوم الاحتياج اليومي للكالسيوم خلال الحمل بيكون 700 ميلي جرام طبعاً الكالسيوم مهم جداً للعظام والأسنان على فكرة بقى خلاص إحنا متفقين لما أقول مهم للعظام والأسنان يبقى مهم لحضرتك والجنين تنظيم عمل الأعصاب لحضرتك والجنين تنظيم عمل العضلات لحضرتك والجنين نجاح عملية تجلط ده وهكذا فهمتوا قصدي؟ مهم كمان جداً في تنظيم إفراز الإنزيمات الناس فكرة إن الكالسيوم ده له علاقة بالعظم والسنان بس لا ده مهم جداً للإنزيمات وتوازن ضغط الدم ضغط الدم بتاعنا ده عشان يبقى طبيعي وكويس ومنتظم محتاج الكالسيوم طيب أهم مصادر الكالسيوم إيه؟ هبدأ بالحاجات اللي أنتوا حافظينها الحليب اللي هو اللبن يعني الحليب هو مشتقاته والسمك والبيض لكن المكسرات فيها كالسيوم الخضروات الخضرة من أغنى المصادر بالكالسيوم السمسم أنتوا عارفين إن السمسم ده من أغنى المصادر بالكالسيوم؟ أنا ليه بقول لكم كده؟ علشان ممكن السمسم ده يتاكل على حتى المخبوزات حتى للأطفال اهتموا إنكم تأكلوا ولادكم الحاجات اللي عليها سمسم السمسم ده غني جداً بالكالسيوم تمام؟ كمان في حاجة اسمها الطوفو دي غنية بالكالسيوم تمام؟ إحنا كده تكلمنا عن إيه؟ عن الكالسيوم نتكلم عن إيه؟ عن الماغنيسيوم الاحتياج اليومي للماغنيسيوم خلال الحمل بيكون 270 ميلي جرام في اليوم يعني الماغنيسيوم بيشتغل مع السوديوم والفوسفور علشان صحة العضلات وصحة الأعصاب وصحة العزام أنا طبعا بقول لكم كده باختصار لكن إحنا شرحنا قبل كده في حلقات سابقة قلنا الفيتامينات بقى والمعادن دي وظيفها بكل تفصيل فأنا معتمد على إن فيه أرشيف أو أركايف كده بنرجع له فاهمين قصدي أنا دلوقتي بس بفكركم وبقول لكم الاحتياج اليومي خلال الحمل قد إيه؟ وبقول لكم المصادر طيب أهم مصادر الماغنيسيوم إيه بقى؟ المكسرات بأنواعها ولما بقول بأنواعها يدخل فيها الفول السوداني فول الصوية الخميرة الخبز بأنواعه والمكارونا بأنواعها البسلة البسلة تحديدا من الخضروات يعني والفواكه المجففة تمام كده؟ يبقى احنا كده قلنا الكالسيوم وقلنا الماغنيسيوم يلا نقول الفوسفور بتاعنا الفوسفور بسرعة قبل ما نطلع فاصل الفوسفور الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 500 ميلي جرام وأهميته زي ما عرفنا في اشتراكه في الوظيفة مع الماغنيسيوم بيضاف لكده أنه ضروري لإنتاج الطاقة أهم مصادره إيه؟ اللحوم الحمرة السمك الحليب ومشتقاته والمكسرات وحبوب السمسي السمك